اخبار اليوم هتبقى خيصي انا مبص لحرب اكتوبر كموقف عربي والاتصارات السرية التي كانت تضوه في هذا الوقت بالتحديد هناك حسب علماتي وحسب قراءاتي سواء اللي كتبت هنا او اللي كتبت برا او اللي حضرتها انا برا ان كان هناك التصالات حميمية جدا مع كل العالم العربي واول هذه البلاد هي سونيا الجزايا ليبيا الخليج الشيخ زايد التعديد اولا الناس كلهم حافظوا على سر المعركة دون ان يعلموا تاريخ صح صح بصراحة اللي عارف ضبا كان حافظ الاسد بصراحة شريكة المعركة شريكة المعركة وبعدين السوريين احنا جينا مثلا يوم واحد اكتوبر راح اا اا احمد اسماعيل كان خلاص اتفع الاسد يوم اربعة وشرين ستمبر مع السادات على انها في اكتوبر ديوم ايه بقى ستة ولا عشرة ولا واحد ولا ايه اللي هيحدد ديوم ده القدى العسكريين على الانسة وبعدين اتفع لانها ستة اكتوب اكتوبر ستة اكتوبة بالساعة خمسة السورة ما اقول دوق ولا الساعة خمسة المغرب مع اخر دوق يبجي المنظر راحوا في الاخر المصير طيران هيطلع يعني الشمس في الشرق امام امام ولو قد ادينا اا بعض الدوق يعني في الهروب الشمس في الهروب حمطارين السوريين الشمس في الشرق امم فاتفقنا على حل الواصف والانسب لمصر ان الساعة دين الدور عندها بعض ساعات الحد الظلمة اهبرت من اكون عمال دنيا انجاز على الجبهة المصرية والجبهة السورية والحرب بالليل غير دلوقتي دلوقتي مفيش فرق بين بالليل والصور وهم هوافقوا معانا وتحديدوا كل حاجة يوم واحد بكتور من تحديدوا وتعضبا على كلام مستاذ غزة والحراقة الحلمينة بين الدول العربية ومصر لو نفكر في الوضوع ده نقول ان الجيش التاني فيه في مصر هنا الجيش التاني الجيش التالي الجيش الاول فيه الجهة أمربية الجيش التالي جيش التالي جيش الأول الجيتات الأسمة